هنا مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق هنا كان يسكن قرابة 160 ألف لاجئ فلسطيني قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011 حينها كان عدد الوحدات السكنية يتراوح بين 75 ألفاً و100 ألف وحدة لكن الحرب أتت على قسم كبير منها 50 ألف عائلة ممكن يتقدموا بالطلبات ويعودوا ويقوموا بعمليات الترميم بعد إنجاز البنى التحتية عشرات السكان بدأوا يسجلون أسماءهم للعودة إلى المخيم إلا أن مشكلة غياب البنى التحتية لا تزال عائقاً كبيراً أمامهم أنا بشجع الناس تاني تفوت تقدم على السكن يعني أنه بتتساعد الناس ممكن يصير أمر واقعي يتم العمل على ترميم البنى التحتية في هذه المخيم طبعاً هي بدأ جهود كبيرة إحنا ما بنقدر لكن مسألة البنى التحتية والدمار ليست العقبة الوحيدة فالمخاوف الأمنية تشكل سبباً أساسياً في عدم عودة الكثيرين أنا بيتي على الأرض شارع المدارس كله على الأرض أول شغلي يعني هاي الشغلي بعدين وين الأمان إني أرجع أنا نظام نستعده طول ما فيه نظام موجود إحنا ما بنرجع راح النظام بنرجع دقري منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تشفت عن عودة أربعمائة وثلاثين عائلة فقط إلى المخيم عودة مشروطة بموافقة أمنية من النظام تبرز لعناصر الحواجز الأمنية عند مدخل المخيم وموافقة تتلازم مع تحمل العائدين كلفة ترميم منازلهم